لما بنقول أنه تراب سينا ماروي بدم المصريين مش بنبالغ لأن دي حقيقة ولما بنقول أنه بلدنا ما بتنساش ولادها الأبطال اللي ضحوا بحياتهم علشانها مهما طال الزمن بنكون برضو مش بنبالغ وأكبر دليل على كده الخبر اللي تصدر الترند عالميا خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما قادت الصدفة لاكتشاف رفاة أحد شهداء وأبطال مصر بعد 57 سنة وده بعد ما تأمل عثور على رفاة الجندي فوزي محمد عبد المولى في شهر يوليو الماضي من قبل أحدى المؤسسات المدنية المتواجدة بمنطقة الحسنة بوسط سيناء والغريب في الموضوع أنهما لقوا كل أوراقه الرسمية ومتعلقاته سليمة زي ما هي رغم مرور السنين دي كلها هل تخلص الحكاية لحد هنا؟ أكيد لا وده لأنه مصر مش بتنسي أولادها عشان كده أقامت الكوات المصلحة المصرية جنازة عسكرية مهيبة للشهيد اللي استشهد عام 1967 دفاعا عن تراب مصر